عندي خطأ في المجرد طبعا مسألك سؤال يا كابتن طارق انت مسأل مدر منتخب مصر وعندك الشيناوي خلينا نعرف انه الشيناوي كسبات في المستوى وخبرات ويا ويا ممكن يبقى افضل من كل الموجودين مش من الموجودين سيئين بس هو يعني في الخبرات الطويلة يعني طبعا طبعا مع منتخب مصر الشيناوي لو الشيناوي مش جايز مية في المية تنزله يلعب عشان خبراته وتفاصيل كتيرة والضغوط وكل شيء وامكانياته الكبيرة ولا تنزل حالي ستاني عشان هاي برضو بيبقى اختيار صعب لو بتسألني بص لو بتسألني عن بداية البطولة لو بداية البطولة والشيناوي مش سليم مية في المية ما لعبوش ما لعبوش انما طالما انت لعبت المطشين فانت هتعمل هنا ريزك طالما انت اعتمدت على الشيناوي وهو الله اعلم بقولك وهو مصاب بس صابته ما تمنعوش انه عن اللعب لا خلاص خد حساسي المبارات وخد المباراتين الصعب جدا برضو نخش في الجزئية دي مستر فيتوريا ايوا طيب انت كان لازم المبارات اللي فاتت انت لعبت صبحי المباراة الاخيرة لعبت صبحي صحيح تنزل Brittany ومن الصبح هو رقم اثنين صبح رقم اثنين يام يكون بيلعب مباريات في نادي نادي الزمالك صبحي رقم اثنين يام يكون فورما صبحي رقم اثنين يام يكون مستوى ثابت يعني ما يكونش هي للنادي فانت عملت خطأ كبير جدا في الجزئة دي انت ما ده بدبتش وراء الشناوي بجبل اللي بيلعب ما ده بدبتش وراء الشناوي ها أحمد شناوي عشان مكانش لسه جايزة وكان لسه عنده أصابة ما هي ده اللي بقولك ما أنا بقولك أنا بدي ايه مثل بالحارس يعني ايه يعني على أساس ان ده كان بيلعب في فريته وده بيلعب في فريته فهنا انت الديت صبحي ومش صبحي هو اللي انت ممكن هتنزله لو حصل حاجة للشناوي فانت كان لازم تدي جبل في المباراة الودية الأخيرة عشان تحسس كمان ان ايه انش يعني لو حصل حاجة للشناوي يبقى خلاص جبل موجود يبقى خد المباراة واخد السكة